الحقيقة النهاردة حنشهد تدشين مشروعات في جنوب سينا ومحافظة السويس وهم أحد المحافظات المرحلة الأولى في التأمين الصحي الشامل درة المشروعات الصحية في العالم كله الحقيقة برضو في كل مناسبة بنحب نقول ونتذكر كلمة سيادة الرئيس عن حقول إنسان وقبل ما نقول هذه الكلمة برضو أهني سيادة وأهني شعب المصري بإطلاق استراتيجية حقول إنسان أحد عائم الجمهورية الحديثة وسيادة الرئيس دايما بيذكر إن من حقول إنسان هي الحق في الصحة وإن حقول إنسان لا تقتصر على الحقوق السياسية فقط نعمل على أن يكون العلاج الجيد وجودة الخدمات الصحية على رأس أولويات حقول إنسان في مصر الحقيقة العالم كله شهد جائحة لم يسبق في التاريخ الحديث أن يمر بها وزي ما الدولة المصرية كان يعني ضربت مسأل كبير جدا في دول العالم بين الحفاظ على أرواح وصحة المواطنين في هذه الجائحة بالإضافة إلى معدلات التنمية والتطوير والحفاظ على الاقتصاد فإن المنظومة الصحية برضو اشتغلت في إدارة هذه الأزمة ولم تغض البصر أو تتوانى في الحفاظ على المشروعات والتقدم فيها في المشروعات الصحية الكبيرة وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي النهاردة سنعرض بعض مؤشرات منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى وحنلقي الضوء على بعض المشروعات التأمين الصحي في هذه المحافظات ثم الخطوة التالية وهي فلسفة وزارة الصحة التي ستقدمها لتحديد محافظات المرحلة الثانية ثم نتشرف بالافتتاحات الرئاسية الحقيقة لما صدر قانون التأمين الصحي قانون 2 لساعة 2018 واللي هو أحد حقوق الإنسان الحقيقة وكانت المرحلة الأولى أو الجدول المرفق بالقانون يشمل خمس مراحل كانت المرحلة الأولى تشمل خمس محافظات الحقيقة في التطبيق سيادة الرئيس واجهنا أن نبدأ كمان في المرحلة الأولى بدخول محافظات جنوب الصيد المحافظات المرحلة الأولى في القانون كانت تشمل محافظات القناة فقط لكن كان فيه إرادة سياسية أن ندخل ونتحدى أن ندخل في جنوب الصيد وبالتالي دخلت محافظتي اللقصر وأسوان مع سماعليا وجنوب سينا والسويس وبورسعيد في المرحلة الأولى النهاردة هنتكلم بشكل أكبر عن السويس وجنوب سينا كأحد محافظات المرحلة الأولى مع تذكر أن سيادة الرئيس دشن التأمين الصحي في يوم تاريخ يوم 26 نوفمبر 2019 وكمان سيادته شرفتنا بيتة تشين إسماعيلية والأقصر في شهر فبراير من هذا العام منظومة التأمين الصحي سجلت في كل محافظات المرحلة الأولى أكثر من 5 مليون مواطن طورت ما بين إنشاء جديد أو تطوير 52 مستشفى وأكثر من 310 وحدة صحية ومركز طبي اعتمدت أكثر من 90 منشاقة صحية ولو إن قانون التأمين الصحي بيدي 3 سنوات لاعتماد هذه المنشآت لكن الحقيقة في التطبيق قدرنا أن نتخطى الزمن ونأخذ الاعتماد في كثير من منشآت خلال سنة ونص البنية التحتية والتطوير البنية التحتية والمعلوماتية في نظام التأمين الصحي حتى الآن بيتكلف أكثر من 51.5 مليار جنيه مصري طب ده إنعكاسه إيه على المواطن المصري في السنتين اللي طبقنا فيهم التأمين الصحي في بعض المحافظات إحنا عملنا أكثر من 6 مليون أو 6.5 مليون خدمة صحية وأكثر من 82.5 أو 82.500 جراحة متقدمة ما كانش هذه المحافظات أبدا بتقوم بيها أو بتقدم هذه الخدمات طبعا زي ما قلنا إن علشان نعمل هذه المنظومة هو مش موضوع بس مباني لكن استحداث هياكل تنظيمية إصدار قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء بالتحول المالي والإداري ونقل الأصول ونقل الأطقم الطبية استحداث منظومة للتكاليف ونظم الإحالة في منظومة طب الأسرة وطبعا نظم التتبع للمؤشرات الصحية وكذلك نظام مالي واقتصادي أثمر على أن ديرنا نحن زي ما سياداتكم شايفين كثير من الوحدات والمستشفى تم تطويرها وهدد العاملين دلوقتي يقل في منظومة التأمين الصحي الشامل يتجاوز 11 ألف مواطن ترجمة نانسي قنقر